مساء الخير على حضركم أجمعين رجعنا مرة تانية للجلسة الثانية من أمسية الليلة عن ما بين الفلك والديانة المصيدة القديمة أستاذ هاني ظريف وهو المرشد والأثاري والنصد الفلكي من أسوان تكلم عن المقدمات العامة وفرق بين بعض المصطلحات وسنبدأ سويا في الولوج لعمق الموضوع في هذه الجلسة اتفضل أستاذ هاني الشريحة اللي هي بداية الموضوع زي ما قال دكتور باسي مدعوبك احنا نستينا الموضوع ماسي الكرام وهنبدأ نتكلم بقى عن أول حاجة التكامل والتشابك بين علم الفلك وبين المعتقدات الدينية بشرعا اتفضلت كمة معتقدات دينية عن أي حاجة تلي عندنا آلهة ولاهات سماوية رئيسية طبعا مفيش خلاف عليها على سجل المثال الرعاة إلى الشمس تقود إلى السماء تقود إلى الأمر وأزوليس وأنا كاتب 14 قطعة عشان أفكر نفسي وأقول لكم ليه 14 قطعة نتعرفين احنا عندنا قصة إيزيس وأزوليس عدد القطعة تباينت كان مقطعة من الفترات تتماشى مع عدد مقاطعات مصر العليا والسوحلة لكن في نصفة من النصف كان 14 قطعة 14 قطعة هنا بترمز للقمر وهو من بداية المحاق اللي هو يضوبك الأمر المختاري لسه ما ظهرش قبل الهلال يعني السابق الهلال لغاية أمر 14 اللي ما احنا نسميه البدر الكاوي فالربط واضح جدا بين هزوليس وبين القمر راح طبعا معروفة القصة اللي بتربطه مع تقود في أيام النسية الخمسة اللي احنا عارفينها طبعا مش هقولها طبعا معظم الناس عارفها لما لعب اللعبة السنت وكان محرم على الإله إنها تنجب إلا خلال أيام الخمسة والعين بتاعة هو الرسل اللي احنا عارفينها لتمثل القصور العشرية وده الفرق بتاع القصور العشرية لما انجابا مع كل القصور حنلاقي فيه كسر ناقص هو جزء الجزء اللي يهمني إنه البصري القديم عمل أنسنة عمل اللا إنسان يعني القوة الإلهية المقدسة وبالذات القوة الكونية وظهر كورو الشمس أرار بور ورسل الحاجات دي زواهرها كسوف كسوف وحاولي في السرعة تفسير أسطوري وأنا كاتب هنا أسطورة قرص الشمس إنغاني الأسطورة معروفة طبعا السراع ما بين أعداء الإله وما بين لما هم كانوا يعني الإله كبر في السن وابتدى هم يعني يسخروا منه تفسير أسطورة كبعد العين بتاعته طبعا دفلاك البشرية اللي كان عندنا نسخة تانية إنه هو لما العين نفسها تحولت إلى قرص الشمس المبنح وقضت على البلاس اللي هو من ضد قرص الشمس المبنح قرص الشمس المبنح في عندنا شورة أنا بعتبر دكتور باسم اللي هي بتاعة كشوف وقشوف الشمس كشوف وقشوف الشمس في فترة معينة أو يعني هي حالة ندرة مش فترة معينة هي حالة ندرة إنكنا ما بيبقى الكشوف نفسه أو الكشوف بيبقى عامل بالضبط زي القرص الشمس المبنح وأنا دلوقتي حاليا هتشوف الصورة اللي أنا بتتلم عليها أهي واضح لحضراتكم بالكشوف الشمسي القرص الأمر رغم إنه غريب مننا لكن حفو الظاهري في السماء يكاد يكون نفس حفو قرص الشمس لما بيغطيه تظهر حالة القرص الأبيض اللي احنا شايفينه ده بنسميه الهالة أو الإكليل كورونا وزا ما انتو شايفين كأنها ديها نحية يعني أولا لما عمل قسطورة الشمس المبنحة وعمل حاجة هو كان بيشوفها بالواقع أجي صورة تانية برضو يمكن هنا الجناح الشمال واضح أكتر الجناح اليمين كان مفسور بالقيم بصور حقيقية اللي هي رفعها يا الله الكشوف فات للشمس وهي ندرة عموما لما تبقى واخدة الشكل دي بتاع الجناح لأنه ده بيعتمد على مدى النشاط الشمسي اللي موجودة بقرد 11 سنة الشمس بيحصلها تطورة أو بنقول كده طوران في النشاط الشمسي فبتبقى البلد إذا لو عبارة عن البلازمة والبلازمة هي الحالة الرابعة يعني المادجة بعد الصلبة والسائلة والغازية بتعمل هذا الشكل يقمد السوارة من تحتها إذن هو لما عمل قسطورة الشمس الموجنحة وحطها على مداخل المعابر ما كانش حدا منه من اختراعه لا ده هو شك حد حقيقية في السماء وبابتدأ يطبقها تطبيق عمل مش كده بس أنا كمان كنت قريدي جايب هنا من قدر الصورة الصورة دي صورة حقيقية ونقرأ الأول نقرأ اللي أنا تتبق الشكل اللي أنا بشاور عليه دلوقتي اللي هو تزليل إلى حد ما باللوم الرصاصي ده اللي احنا بنسميه المضرة بتاعتنا اللي هي الملتي وي أو بنسميها بالعربي ضرب بانا منسبة لأنها بتوسل لون أبيض زي لونة كبنة المشهور أو ضرب بكل بانا على أساس دي ترجمة من كبنة ملتي وي إن هو كإنه لبن منصور الشكل زي ما تشايفين هنا يا كادي يكون الشكل ده دراع والشكل هنا يا كادي يكون الرأس هذه الرأس هاي زي ما نوضح هنا وده البرج اللي شمه الغوزاء أو الغوامان زي ما نسميه وعندنا هنا الرجلين هذه الرجل أهي واضحة جدا وآدي جتل والرجل الثاني إذن هو في فترة ما ده ما تكون تحت هنا عارف شعب المبرر نفسها والزبط كأنها شكل أنسة منحنية زي بالزبط معي بتتمثل في البرديات وبعض التوابيط ده زي ما نتاتب هنا الشحر تمثيل الحجيس لضرب التبانا من خطوط العرب الشمالية نحن فيها طبعا شمال القرب يعني أو شمال أو القرى الشمالي يعني وتظهر الشعبتان في كبتن دجاجة أو كبتن دجاجة أهي إن هي عملة زي كروس أو دراعة قوين وأدي دراعة صغيرة ونلاحظ هنا النجمة ده تقريبا عند مخرج الولادة بتاع الإله يعني هو حتى متان الولادة كان مميز بنجمة من المجوم اللي احنا بنسميها مجومة كوكبة الدجاجة بسمها بالإنجليش سوان هي مش دجاجة بنوعنا دجاجة لكن نحن بالعرض بنسميها كوكبة الدجاجة آآ والتي تشكل الساطان أو الأرجل أدي رجل وأدي رجل وأنا جدت النجم اللامع اللي هو اسمه زنب يشير لمخرج قناة الولادة طبعا الولادة طبعا الولادة معظم مسمياتها تاني وجوم عربية طبعا العرب كان من أمهر الراسبين الفلكيين وعلم الفلك التاخد عن العرب فنجوم كتير احتفظت بسمها العربية آآ ده مجمع اسمه الإيه المزنب يشير مهر قناة الولادة والغيوم النجومية بين الجوزاء اليمينا آهي هذه الجوزاء وتشكل الراس الواجه الأسفل لو زي ما نقولت هذه نتخيل با الراس وهو الواجه الأسفل وتبصه تحت بصدق ذا البرديات وعندنا توزيع النجوم اللامعة في الكوكبات أو البروج آآ على طول وضم ضرب التبانة عندنا دي دائرة الأبراد بيش فيها الأبراد كلها برج الجوزاء أو اللي هو اللي تسميش مقناي السرطان ده الأسد ده برج الجوزاء المفروض يعني وعندنا النجوم دي بتظهر على طول آآ الجسد بتاعها يعني إذا المصور نوت بطلها في نجوم بتمشي جوه بطلها بعد أن تتلحها بعض الغروب ثم دلدها بعض الشروق أولا شاف حد حقيقي أن الجزء ده الملكيوي أو المضارة بتاعتنا فعلا في ملايين النجوم وبيبان بضوء أبيض طوال الجزء المسلم يعني إذا كان مسلم لكن في ملايين النجوم أو بنقول آلاف مولش ملايين آلاف النجوم ممكن تزا في وقت محدد في وقت تاني هنلاحظ العكس شايفين هنا أدي رأس للعنوت وأدي باقي الجزء اللي احنا قمنا تكلمنا عليه ده الجزء دائما أن والبوربي الجوزاء اللي كان في البطرة دي أعود في والبوربي كان فيه كان يعني إيه كان المضارة رفسها عية والجوزاء نفسه ظاهر فوق مستوى سطح الأرض ده مستوى الأفق يعني عشان نتخيل بسي اللعطة دي حصل أنه رأس اللعنوت نسلت والبوربي نفسه ويزرد فاصل بينهم تسع فقور هنقرأ بس كلام من عشي بقى أوضح ده محجر العين زي ما نكاتب هنا وده جزء أيصر من البورغ مزر الأطق الغربي بنعكس ده الغربي من الثاني الشرق في القاهرة الساعة سبعة خمستاشر في الاعتدال الربيعي تسعتاشر أبريل الفين الفين وثلاث ثلاث 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 خمس الشمس منخفضة تحت الأفق علي الشمس زائد باللون الأدرع زي ما نكاتب هنا وآدي دمع ظروة أول الليل اللي احنا بالسنوية للغسا وبالكاد تظهر الراس بتاعت الإلهة أي جزء المظاهر يدوبك يعني فوق الأفق كجزء من ضرب التربانة ونجد أن الجزء الأيسر وين جزء الغوزاء في موضع محضر العين آدي محضر العين زي ما نبشاور آدي من نقمه هو آدي محضر العين بينما توأمه الآيمن في موضع البن اللي هو الثاني ده هو ده التوأم الثاني الدارون والجزء هو التوأمان في نجمين المواردين هم من نجمين دولار البارق بين الاثنين تسعة شهر بالضبط بالمراسم وده اللي أنا أوضحي بأرشتري حدني باطل الرقم في القرص ساعة سبعة أمر ستاشر بالاعتدار الربيع تساعتاشر أربعة تلات 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 وخمشمينة قبل ملاد عسب التقويم أندولياني وآدي الرسمة الأوانية هم شايفين وآدي بعد ورود تسعة أشهر حنو بالضبط في الاعتدال الشتوي ستاشر واحد تولد الشمس اللي هو اللقطة التانية اللي هي آدي الشمس هتبدأ تزال يبقى أولا لما جاب الفكرة بتاعت أنه الإلهة السواء بتجلع الشمس وبتولدها هو ما جابهاش من فراخ أولا جابها من المكان بتاع مخرج الولادة اللي شافه ثم اختفاء الشمس تحت مع رأس الإلهة يعني إذن الشمس بلعتها الإلهة لأنه الشمس اختفت الأول ثم رأس الإلهة جات بعدها ثم بعد تسعة شغول الأول تاني احتدال ربيد ستاشر أربع نوصل للقرب الشتني ستاشر واحد تولد الشمس آدي مصدر الشمس مع البداية الولاد آدي الشمس أهي مبوضة هنا زي ما أنا بداية في الهيما برضو وطبعا مبسل هنا طبعا بس في حاجاتها في جميع شوية أنا مش هارهلكم عشان بس ما أدخلش بليتيلز أنا في غنع فنرجع ل اللي احنا كنا في يبقى احنا كده عارفنا موضوع سطورة قرص الشمس وعارفنا موضوع تمثيل الإلهة نوت وليه بتبلع الشمس وليه بتالد الشمس آآ ويش كده وبس احنا عندنا زي ما الدكتور آآ أحمد سعيد قال الآلهة الكونية تعتبر من أفضل التصورات أو التصويرات لعالم الآلهة وهناك آلهة السماء التي ارتبطت بها منذ البداية المعبودة البقرة تحديدا اللي هي مفتعد ان هي مش هتطور طبعا دي نسخة الأدم منها اللي هي الإلهة بات آآ ويارفنا طالما من التكلم مع الديانة احنا عندنا آآ ارتبط بقوم الآخرة بسماء الليل عموا لأن احنا عندنا اتناشر ساعة كل الكتب السماوية آآ أسف الكتب الدينية اللي هي ضوضة في مقابر وادي الملوك اي مكان اسم الكتاب ايه بتتكلم عن اتناشر ساعة اوما ساعات الليلة والساعة النهار اللي بتصف الرحلة بعد غروب الشمس الى شرؤها في اليوم التعين الرحلة دي مرتبطة بمجموعة حاجات اول حال اللوم المسخ ديوم ده اسم باللغة المصرية القديمة اللي هو فخذ ساعة السور آآ تبع كوكبة الدب الأكبر كوكبة معروفة مشهورة والجسء ده هو اللي كان مرتبط بعلامة على شكل الدول والمستخدمة بتاقص فتح الفم يبقى كده عندي آآ فخذ السور وعلامة وطقص فتح الفم ثلاث حاجات مرتبطين بالبعض ومرتبطين بالفر دين مع فلس وعندنا برضو إخم ورش زي ما يكتب بالمصر القديم اللي هي معناها الذين لا يكنون أو يعرفون التعب وهم كواكب السيارة وعندنا إخمو سك اللي هي النجوم الخالدة التي لا تأفل والمحيطة بالنجم القطبي التالت مصطلحات دي المسخ تيوم وإخمو ورش وخيموس دي موجودة عندنا من أقدم نصوص دينية من نصوص القهران موجودة عندنا هذه المسميات والجزء اللي هو بتاع المجوم الخالدة التي لا تأفل والمحيطة بالنجم في القطبي تكمل الممارسات الدينية ودور علم المعبالات المصريين قدماء ربطوا الأحداث السماوية بتحديد موعد الشعائر والاحتفالات والعياد المهمة زي وضع أساس المعبد وضع أساس المعبد كان بيتم في الفصل اللي اسمه بيرت اللي هو الشتاء وبيتم لما يكون الأمر هلالي طب ليه فصل الشتاء وليه الأمر هلالي دي بقى أحدى فلكية فصل الشتاء معروف إنه هو الفصل اللي بيبقى فيه أجمل منظر للسماء أكبر عدد نجوه اتشفها هو في فصل الشتاء وعادة أحنا كفلكيين بنحب نطلع في الشترة من السقعة طبعا الشديدة لكن من نسبالنا يعني أفضل وقت للراسل الفلكية سواء بعين المجردة أو بالدريس ده أول حاجة ثاني حاجة ليه الأمر هلال هو عاوز إضاءة بس مش عاوز إضاءة كتيرة طب إيه ليه عاوز إضاءة نيلا مش كتيرة لأنه لو تخيلنا الأمر بدر حيضغي على معظم النجوم الموجودة في السماء ومش هيبان إلا النجوم اللي إضاءتها شديدة جدا أقوى من إضاءة البدر ودي نجوم لليلة جدا لو شرق السماء أثناء البدر هنلاقي نجوم لليلة جدا هي لليلة الشام لكنه عاوز ليه إضاءة خفيفة إضاءة خفيفة عشان نقدر يعمل دقصد دق الأودان دي هذا وعشان الإضاءة الخفيفة دي تقلل من عدد النجوم الموجودة في السماء أحنا لو موجودين في مكان حالي بالظالم زي ما احنا نقول كده ممكن نشوف في الليلة كلها من أول الليل لأخر حوالي ألفين نجمة عدد كبير طبعا فهو عشان يعمل تركيز يعمل على مجموعة الوسخة اللي احنا قلنا عليها اللي هي البتادور حول الأرض فهو محتاج بعض الإضاءة عشان تخفي النجوم الزيادة ومن نجوم اللي هي أعلى شوية تزر ده سبب منطقي جدا لتحديد الفترة بتاعة الفصل بارت والأمر هلال طبعا دي قسئية بدون تناحية فلاكية القارئ العادي أو بالباحث العادي برضو زيارة حتقر حورص برضو فيها حتة فلاكية بس مش هتكلم فيها بردو هعديها بس يعني طبعا عيد القبط المهرجان المعروف طبعا كان بيبقى في شهر بابة الفيضان على اساس انه هو ربط الفيضان بالقصوبة والإحكفال وإعادة ال ال احياء الارض بعد المواد اللي محدد كده بالعرض كتاب نوت ده كان اسم قديم ايه معلومة جديدة نوضوبك لسه يعني حديثا جدا يعني الكتاب ده اصبح اسمه المعتمد بناء على تفسير حديث للنصوص الموجودة في الكتاب الوصف يعني بتاعته النصوص اصبح اسمه المعتمد اساسيات ومبادئ سير النجو ده اسم الحديث دلوقت كتاب نوت او كتاب اساسيات ومبادئ سير النجو هو فعلا اكتر كتاب ديني بيتناول فعلا اساسيات علم الفلب ومبادئ للسير او لحرجة النجو وده بيعود الى عصر الدولة الوسطى ان ما كانش ابلها تمام وده غالبا هو الكتاب اللي اشتقت منه باقي الكتب التانية في الدولة الحديثة اه طبعا معلومة حضراتكم كلكم بتعرفوها انه المصر القديم لما كان الملك بيتوافق كان بيعتقد انه بيسكن النجوم الشمالية وانه روحه بتتحول الى النجو والنجوم الشمالية تحديدا لانها لا تغرب وكيدا بربط بيعني نجم الشمال صبعا وعشان كده عندنا الاهرامات كلها مداخلها ناحية الشمال وعندنا هورة السرداب بتاعت دولسر في المجموعة الهرامية بتاعته برضو بتنظر الى الشمال وكمان عندنا انه حتى النصوص الهرام نفسها بتتكلم عن الملك وانه يصعد ويصبح نجمة الصباح نجمة الصباح نجمة الصباح هي النجمة اللي تزرع في الصباح البادر اللي يقلم عن النجوم اللي هي كوكب الزهرة عشان حتى بيتقال عليه زهرة منه ظهر يعني كوكب الزهرة وبيكون باهم المظهور ده للجنوب السابق المصر القديم حاول في اللعود بتاعه انه قبل كل الشيء يفسر الزوارة الفلكية فالحد اللي مش مقفومة بالنسبال يعني ظاهرة فلكية او حادة علمية مش مقفومة بيحاول يمثلها عن طريق دورات طبيعية وتجارب مقفومة زي التت اللي أنا إيش نذكرها حلا كسوف الشمس واسطورة قرص الشمس المجنعة او ربط حادة يقدر يتخيلها قرص الشمس ليه جناحات مع حادة ما قدش في السرع ايه الجناحين اللي طالعين من الشمس فترة الكسوف وبالمناسبة يعني الشيء يذكر غالبا يعني نسبة احتمالية عالية جدا انه اثنتون لما نقل العاصمة وده حتى دي تحديدا هو طبعا قال انه ارض بيكرو فده بس الاول ان الواقع الحقيقي انه كان فيه كسوف للشمس في المنطقة دي فاختار هذا المكان لي وهو اله الشمس عمل يعني نده نقول اعلم في هذا المكان زي من نقول على اضراح اقول لك الشيخ كلان اعلم في الضريح يعني مدفن ولكن ليه ضريح منشوق لشيخ ومشيخ حاجة بنفس هذا المعنى طبعا الشمس اللي انتوا عارفينها القنفسة والقرس الشمس وبعد كده اتوم في النهاية اتكلمنا على دول الدين بس اتكملنا انا بس بحاول بقدر افنط العلم الفلك داخل للاسف يعني انا بزلت المعروف ده ابسط الحاجات يعني تتبع المصري القديم للمصار الشمس الظاهري بين النجوم السبتة ده شيء مهنوي جدا ابسط المعلومة شوية يعني ايه تتبع مصار الشمس الظاهري بين النجوم السبتة الشمس في النهار هي وبتتحرك من الشرق الى الغرب ما بنقدرش نعرف هي ماشت فين بالضبط في السماء لان الضوء بتاعها طبعا مغطي جميع النجوم لكن بمجرد الغروب بنقدر نشوف باقي الدايرة طبعا الاب السماوية عبارة عن دايرة كبيرة نشوف الصاعة بس يعني الافق اضح عن السين بالضبط فبنشوف باقي النص اللي كان المكمل للجزء اللي اختفى مع روض الشمس فبالتالي ممكن استنتاج ايه اللي كان موجود وبسطعة تاني او احنا النهاردة لما بنقول انه الشمس مثلا في الاعتدال الربيعي بتشرق في برج ايا ما كان وليكن الحوت مثال او احنا فعلا بنشوف الشمس هي بتشرق برج الحوت لا احنا بنشوف الشمس بتغرب في الغرب وبنشوف في الشرق اول برج بيظهر ايه والمعاكس بتاعه يعني تعرفين نصف الدايرة اقص الشمال في الغرب بنشوف المعاكس بتاعه اللي هو زيره ايه الشمس كانت شرقت في هذا البرج يعني قبل من الشمس نفسها تظهر يعني لو بصينا ناحية الشرق قبل الشمس ما تظهر هنلاقي البرج ده فعلا هو اللي موجود واللي هو فيه عطرنا للشمس وبمناسبة الابرق لو بتكلم عن الجزئية دي اه طبعا كذبا المنعمون ولو تضفوا تنجيم وكذا طبعا ده ضرب من الرجل بالغيب يعني العرافة زي ما احنا بنسميها والطالع والكلام ده لكن الفترة دي بتاعت انه الشمس بتشرق في ابراد مختلفة على مدار العام ده فعلا موجود نتيجة لدوران الارض حوالين الشمس بينتب عنه انه الشمس بتشرق على مدار الاثناشر في شهر تشرق في الاثناشر برج بالترتيب ونظام الابرق ده بتاع حظك اليوم مش يعني لو انا مثلا برج الحوت ده مش البرج بتاعي النهار ده كان البرج بتاعي من الفين سنة ودي بوزئية اعتقد لو انها جيلة الفاتحة التانية لانه هتدخلنا على حاجة اسمها بريستيشن مش مش بروسيشن هي رهيبة لا بريستيشن بريستيشن التقدم البرسيشن ده اللي هو عارفين لعبة النحلة بتاعت الاطفال لعبة النحلة بتاعت الاطفال لما بنلف ايه والنحلة بتبطأ سرعتها الارض بتاعتنا بتعمل نفس الكلام ده بالزبط الارض هي بتلب حوالين محورها طبعا الدوران ده بيعمل النهار والليل عسب اي نص من القرى مقابل للشمس والعكس طبعا بالليل هذا المحور هو بيعمل نفس الحرة الترنحية دي بس على مدار ستة وعشرين الف سنة يعني كل ستة وعشرين الف سنة الاكس او المحور المايل ده اللي هو بيعمل بالمناسبة الاربع فصول اللي احنا عارفينها قريب ربيعة مدار اربع حصول اللي هي بسبب الميل ده بيكلف وكاملة خلال ستة وعشرين الف سنة فلو قسمنا ستة وعشرين الف سنة على اتناشر بور تقريبا كل بور تقعد الفين سنة وشوي عشان كده بقول لكم البور النهار ده ولكن الحوت ده مش بور دي انا لأ ده كان بور من الفين سنة يذكر انه السبب ده اول الفقرة اللي قالها هردوت نقالها بدون ما يعرف عن المصريين القدماء لما قالوله احنا يعني عايزين يبين هردوت انه مدى يعني عمق التاريخ المصري القديم بتاعهم وقد ايه هم بيصدوا قالوله احنا الشمس شفناها شرقت مرتين مكان ما بتغرب وغربت مرتين مكان ما بتشرق طبعا اي حد هيراق رأى عادية رأى عابرة هيقول يعني ازاي ان الشمس تشرق في الغرب وتغرب في الشهر استحالة يعني اما الكعنى عاملين هالون كالوغز مش يفهم تل لو فهم فلا معنى ان الشمس شرقت مكان ما بتشرق وليكن النهار ده الشمس بتشرق في برج برحوت على بل ما تلف وليد عبر برحوت تاني بقى كم سنة عدت 26000 لغاية متدد تلف اللفة هما قالوا شرقت مرتين مكان ما بتغرب وغربت مرتين مكان ما بتشرق يعني عادين يقول بالبنا دي كده احنا عصرنا دورتين كل دورة 26000 سنة يعني احنا بنكلمك ان احنا القرش الفلك بتاعنا بيرجع ل54000 سنة اي دي المعلومة الملرزة اللي بصوها كده بالعظمية طبعا انقالها ومش عرف لكن فلكيا طبعا ده شيء مهم وده اللي هو اللي احنا بنسميه البرسيشن او التبادر بنفسح كده اسمه التبادر او بيدارية الووكيبيديا هتلاقوك اسمه بيدارية من التبدير يعني كل 2000 سنة بيتقدم الابس او المحور وعشان كده نجمي الشمال بتاعنا المعارضة ومش نجمي الشمال بتاع قدماء المصريين واعتقد حققنا عشان الوقت اعتقد خلاص صح كيف دبتور طبعا نفضلنا فعلا دقيقة احنا التانية دلوقتي مع استاذ هني ظريف ندخل في عمق ارتباط علم الفلت بالديانة المصري القديمة وكيف كان قدماء المصريين يتابعون وبشغف القبة السمائية ويرصدون ويربطون بين ما يرون وبين دخيلاتهم التي انتجت مفهوما دينيا متمساكا شكرا هنراعي ان احنا ندخل بعد العشر دقيق بريك بنفس الرابط وقبلها بدقتين او حاجة نكونوا في الويتينج عشان نضمن نكسب اكبر وقت ممكن مع استاذ هني ظريف والواصل لان احنا في رقم حداشر من الاصل تمانية وعشرين ده بخلاف العديدة والصور المتاحك شكرا جزيلا نحن ترسكن ترجمة نانسي قنقر